تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي على سطح مبنى المركز التجاري من الخيرج امتد إلى مضلة خاصة بإحدى البوابات واتمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية هذا وقد تواجد محافظ الإسكندرية ووزير السحة بموقع حادث اندلاع الحريق للوقوف على آخر تدعية الموقف وأكد محافظ الإسكندرية أنه يوجد فقط خمس حالات إصابات بسيطة لافتا إلى أنه فورا دلاع الحريق تم التوجيه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات تحسبا لأي تدعيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر